بها الفيديو رح نكتشف مع بعض الألغاز المرتبطة بأشهر الشيفرات عبر التاريخ وكيف قدروا العلماء إنهم يحلوا رح نحكي عن شيفرة زودياك عن شيفرة قيصر عن شيفرة توني رح نحكي كمان عن شيفرة أنيجما شيفرة لغة نافاهو وشيفرة نيفجر وشيفرة كايو تابعوا مع الفيديو بس ما تنسوا بالبداية تضغطوا على زر اللايك وتعملوا لو شير بالبداية رح نبلش مع شيفرة زودياك هيدهي الشيفرة الغامضة للقاتل المتسلسل زودياك المجهود الهوي لليوم واللي أثار الرعب بقلوب سكان شمال كاليفورنيا بأواخر الستينيات وأوائل السبعينيات القاتل كان يسخر من السكان والسلطات عبر إرسال رسائل مشفرة للصحف المحلية أولها أطلق عليه اسم شيفرة القاتل زودياك 408 واللي تمكن مدرس بمدرسة ثانوية ومرته بالنهاية من حلة وذلك عبر تجاهل التهجئة واستبدال الأصوات المتماثلة لكل حرف من الأحرف بالشيفرة وقد كشفتها الطريقة إنه زودياك قال بالرسالة أحب القتل لأنه ممتع للغاية شيفرة قيصر خلونا نرجع بالزمن لرومة الأديمة لنحكي عن هالشيفرة اللي بتعتبر واحدة من أقدم الشفرات المعروفة واللي استخدمها لإمبراطور قيصر بمراسلاته الخاصة وبهالشيفرة كان الإمبراطور ينقل لحروقه في ثلاث مسافات فعلى سبيل المثال ممكن الحرف A يصير الحرف D ويصير الحرف B الحرف E ولكن كيف تم فك هذه الشيفرة لاحظ الناس أن الأحرف مثل D تذكر بشكل متكرر أكتر مما ينبغي مما يشير إلى أنه تم استخدامها بالفعل كحرف متحرك ومن خلال تحليل عدد مرات ظهور كل حرف بالرسالة المشفرة قدر محللوا الشفرات من فك شيفرة النص الأصلي وكشف أسرار القيصر شيفرة أنيجما هي واحدة من أكتر الشفرات التشفيرية تعقيدا واستخداما بالقرن العشرين كانت بتستخدمها القوات الألمانية بفترة الحرب العالمية التانية لتشفير الرسائل العسكرية والاستخباراتية وهي دي بعض المعلومات المرتبطافية شيفرة أنيجما تم تطويرها بالعشرينيات من القرن العشرين على إيد المهندس الألماني أرثر شيربيوس وفريقه بشركة زيوس وفيما بعد تم تطويرها وتحسينها بواسطة شركة زيس إي جي وشركة كريبس شيفرة أنيجما بتعتمد على آلة تشفير آلية اسمها أنيجما كانت هالآلة بتعتمد على مجموعة من الأستوانات الدوارة والكابلات الكهربائية لتحويل حروف النص العادي لحروف مشفرة ولما تشف الرسالة باستخدام أنيجما المشغل بيقوم بتحديد إعدادات الآلة عبر تحديد مواضع الأستوانات الدوارة وتوصيل الكابلات الكهربائية وفقا لمفتاح معين وبيرجع بيقوم بكتابة الرسالة على لوحة المفاتيح وبيقرأ الحروف المشفرة من الآلة الاستخبارات البريطانية قدرت تطور تقنيات لكسر شيفرة أنيجما بما في ذلك برنامج الكمبيوتر بومب اللي تم تطويره بواسطة العالم البريطاني آلين تورينج وفريقه بيبولاتشي وهالبرنامج كان بيقوم بمحاكاة عمل أنيجما واختبار ملايين من الترتيبات المحتملة للأستوانات الدوارة والكابلات لفك تشفير الرسائل كانت قدرت الحلفة على كسر شيفرة أنيجما أمر حاسم بنجاح بالحرب العالمية الثانية حيث ساهم بفك تشفير الرسائل الألمانية والحصول على معلومات استخباراتية مهمة وبعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية صارت شيفرة أنيجما تاريخ مهم بعالم التشفير والأمان واستخدمت تقنيات وتجاربها بتطوير أنظمة التشفير الحديثة لننتقل بالحديث للأوقات المضطربة للحرب العالمية الثانية وتحديدا آلة التشفير الشهيرة لورينز المعروفة كمان باسم توني آلة التشفير الألمانية هيدي كانت تنتج رموز معقدة غير قابلة للاختراق وكان ينظر إلى فك هيدي الرموز على أن تحدي صعب بسبب استحالة المهمة ولكن مخترقي الشفرات البريطانيين بقيادة عقول كبيرة مثل ماكسين يومان وتومي فلاورز طوروا آلة اسمه كولوسوس واللي قدرت تحلي للرموز وتنشئ المفتاح اللازم لفك شيفرة لورينز وفك تشفير الرسائل اللي تم اعتراضه شيفرة لغة نافاهو بخضم الحرب العالمية الثانية كمان ظهرت شفرة غير متوقعة ولكن نفعها للغاية وهي شيفرة لغة نافاهو حيث وظفت الولايات المتحدة جنود نافاهو الأمريكيين الأصليين لنقل الرسائل المشفرة باستخدام اللغة الأم ومن الناحية النظرية كان مثل هالنوع من الرسائل المشفرة سهل الحل نظرا لأنه يمكن لأي شخص على دراي بهيد اللغة إنه يفك الشيفرة إلا إنه تعقيدات لغة نافاهو جعلت من مهمة فهم الرسائل المشفرة شبه مستحيل بالنسبة للعدو وبينما أصبحت الشفرة معروفة على نطاق واسع اليوم إلا إنه ظلت دون حل من قبل دول تحالف المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان مما ساعد الحلفاء أمريكا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا على تحقيق النصر شيفرة فيجينير هي عبارة عن تشفير بديل بيستخدم الاستبدال الأبجدي لترميز النص وبيقوم بنقل الحروف وفقا لكلمة رئيسية مكررة وعلى الرغم من إنه تعقيد هذا التشفير قد يبدو فعال بالبداية إلا إنه تم اختراقه بالنهاية حيث لعب الفيلسوف شارلز بابيج وعالم اللغويات أوغست كيركهوفس أدوار رئيسية بحل اللغز هيدا من خلال تقنيات متل اختبار كازيسكي واللي تضمن العثور على تسلسلات متكررة بالنص المشفر واستنتجوا مع بعض طول الكلمة الرئيسية وقدروا يفكوا تشفير الرسالة المخفية بنجاح شيفرة روت 13 هي واحدة من أنواع التشفير البسيطة اللي بتستخدم لتحويل النصوص بطريقة سهلة وسلسة وعن طريق هيدا الشيفرة بتم تحويل كل حرف بالنص الأصلي بمقدار 13 حرف بالأبجدية على سبيل المثال بتم تحويل حرف A إلى حرف N وحرف B إلى حرف O وهكذا من أبسط أنواع التشفير وما بتوفر مستوى عالي من الأمان وبيقدر أي شخص يفك تشفيرها بسهولة كرميل هيك بتم استخدام هيدا الشيفرة كوسيلة لإخفاء النصوص أو لإطفاء لمسة من الخصوصية على المحتوى كما يمكن استخدامها بالألعاب اللغوية أو بالتواصل غير الرسمي على الإنترنت بعود تاريخ شيفرة روت 13 إلى مجتمعات الإنترنت بأوائل التسعينيات لما كانت تستخدم لإخفاء المحتوى أو للتعبير عن السخري وكانت شائعة بالعديد من المنتديات بشكل عام تعتبر هيدا الشيفرة وسيلة بسيطة وممتعة لتشفير النصوص ولكنها غير مناسبة للاستخدامات اللي بتطلب مستويات عالية من الأمان شيفرة بيلي هي مجموعة من الشفرات المشهورة اللي بتشير لوثيقة معروفة باسم وثيقة بيلي اللي يعتقد إنها بتحتوي على موقع كنز مدفون وقد وصفت الوثيقة لأول مرة بالقرن التاسع عشر حيث ظهرت بالكتاب The Billy Papers اللي نشر عام 1885 ووفقا للقصة اللي وردت بالكتاب فتوماس جيفرسون بيلي هو اللي قام بترتيب الوثيقة لإبلاغ أصحابه عن مكان الكنز المدفون الوثيقة بتتضمن ثلاث شفرات مختلفة الشيفرة الأولى والتانية تم فكن وأظهرت إنهم بيدلوا لموقع الكنز المدفون أما الشيفرة الثالثة فما قدر حدا يفك تشفيرها بنجاح حتى اللحظة على الرغم من محاولات عديدة لفك تشفير الشيفرات واكتشاف موقع الكنز ما قدر أي شخص يعثر عليه حتى الآن ممكن الوثيقة تكون خيالية أو إن المعلومات قد فقدت مع مرور الزمن أثارت وثيقة بيلي اهتمام الكتار وتسببت بالعديد من البحوث والاستطلاعات لمحاولة فهم شفراتها واكتشاف مكان الكنز والوثيقة بعدها لليوم بتجذب اهتمام الباحثين وهو تفك التشفير حول العالم على الرغم من وجود العديد من النظريات حول الوثيقة فالحقيقة النهائية حول وجود الكنز وما إذا كان موجود حقا أم إنه مجرد خيال بعدها لليوم مجهولة تماما بالأخير أكيد كتار يمكن يسأله ليش محكيت عن شيفر دافينشي ببساطة لأنه ما في شيء اسمه شيفر دافينشي الشيفرة المشهورة بهالاسم المذكورة هي مجرد شيفرة خيالية تم ابتكارة لأغراض القصة الخيالية The Da Vinci Code وما إلى أي علاقة بالواقع بالنهاية بدي أطلب منك إذا عجبك المحتوى تضغط على زر اللايك والشير وتكتب لي رأيك بالتعليقات واقتراحاتك للحلقات المقبلة إلى اللقاء